اهلا بكم من جديد نيابة عن معالي الشيخ سلمان بن عبدالله الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري افتتح سعادة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري معرضة 8N1 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وتشارك في المعرض العديد من الشركات المحلية والدولية وبهذه المناسبة اشهد سعادته بما شهده المعرض من اقبال ونسبة الحجوزات وتنوع الجهات العارضة مؤكدا على اهمية اقامة مثل هذه المعارض لما تحتويه من مشاريع متميزة ورائدة وما تسهم به من تنشيط لحركة الاقتصاد الوطني رأيت اليوم من معارض متميز في العديد من المعارضين يمثل شباب بحريني طموح بدعم حكومي متنامي وسريع لهذا القطاع الحيوي وانا الحقيقة فخور ان ارى شباب بحريني يتميز في القطاع المعارض ارتفع المؤشر العام لبرصة البحرين بنهاية تداولات يوم الخميس تازامنا مع نمو قطاع البنوك التجارية وذلك بنسبة 1.15% مدفوعا بسهم البنك الاهلي المتحد البحرين بنسبة 1.67% ووفقا للبيانات المتاحة على موقع السوق زاد المؤشر بنسبة 0.76% بما يوازي 12 نقطة ليصل الى 1597 نقطة مقابل 1585 نقطة في الجلسة السابقة كما وتم تداول 2.46 مليون سهم بسيولة وصلت الى 696.44 ألف دينار كما زادت القيمة السوقية للبرصة في جلسة يوم الخميس بمقدار 80 مليون دينار لتصل الى 10.5 مليار دينار مقارنة بالقيمة السوقية التي بلغت 9.97 مليار دينار حصدت جامعة ستراثي كلايد الإسكتلندية شريك الدراسات العليا بمعهد البحرين لدراسات المصرفية والمالية بإي بي إف لقب جامعة العام لعام 2019 من قبل مقياس تايمز للتعليم العالي كأول جامعة تفوز بهذا اللقب للمرة الثانية بعد حصولها على اللقب في عام 2012 وقد منح هذا اللقب المرموق للجامعة من بين خمس مؤسسات أخرى تم ترشيحهم وفق معايير مسبقة ويقدم معهد برنامج الماجستير في بي آي بي إف إدارة الأعمال من جامعة ستراثي كلايد منذ عام 1995 والذي يعد ضمن واحد بالمئة من الشهادات الحاصلة على اعتماد ثلاثي في العالم وذلك من قبل هيئات الاعتماد المتخصصة في مجال ماجستير إدارة الأعمال والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الأسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أنهى مؤشر البحرين العام التداولات على تقدم نسبته 0.76% مقفلا عند مستوى 1597 نقطة وذلك عائد الارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والتأمين والخدمات وأيضا قطاع الفنادق والسياحة وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليونين واربعمائة وخمسة وستين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 696 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 69 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت جميعها على ارتفاعات مختلفة ونبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8345 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 2.73% لتكون الرابحة الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5075 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 1.12% أما السوق دبي البالي فقد أغلقت عند مستوى 2749 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 1.32% أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بعد الضربات التي شنتها طهران على قاعدتين تضمان جنود أمريكيين في العراق وذلك بحسب وكالة فرانس برس وقال ترامب من البيت الأبيض أنه ردا على العدوان الإيراني ستفرض الولايات المتحدة فورا عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني داعيا القوى الكبرى وفي مقدمتها الأوروبيون إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني إلى ذلك أثرت التوترات التي تعصف بالمنطقة على حركة شركات الطيران التي تواجه ارتفاعا في تكاليف الوقود إضافة إلى تفاديها الدخول في المجال الجوي فوق العراق وإيران وسيزيد هذا الأمر من الضغوط المالية في قطاع يكابد بالفعل آثار وقف تشغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس الذي طال أمده وقال جون ستريكلاند استشاري النقل الجوي في رسالة بالبريد الإلكتروني أن تفادي المجال الجوي العراقي الإيراني يأتي بمثابة صداع مزدوج لشركات الطيران النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو تعلن عن ارتفاع أسعار الأغذية العالمية قالت رئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن بريطانيا قد تخسر دخولها المفتوح إلى السوق الأوروبية إذا رفضت تمديد محادثات الشراكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد العام 2020 وجاءت تحذيرات المسؤولة الأوروبية لرئيس الوزراء بوريس جونسون قبل أول اجتباعا لهم بصفتها رئيسا للمفوضية الأوروبية وحصل جونسون على أغلبية مريحة في البرلمان في انتخابات ديسمبر وبات متأكدا من أن البرلمان سيوافق على اتفاق الخروج في موعده في الواحد وثلاثين من يناير ولكن هذا يترك أحد عشر شهرا فقط حتى نهاية عام 2020 لكي تتفق لندن وبروكسل على شراكة اقتصادية جديدة تغطي كل شيء من التجارة إلى قواعد حماية البيانات قالت وزارة التجارة في الصين أن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة سيتم توقيعها في واشنطن خلال الأسبوع المقبل وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاوفينغ في مؤتمر صحفي منتظم أن نائب رئيسي مجلس الدولة الصيني ليوخا سيزور واشنطن في الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من يناير وذكر فينغ أن فريقي المفاوضات من الجانبين لا يزالان على اتصال وثيق بشأن الترتيبات الخاصة للتوقيع رفعت الشركات الأمريكية واتيرة التوظيف خلال شهر ديسمبر من العام الماضي لتسجل أعلى واتيرة خلال ثمانية أشهر وأشار تقرير شركة ADP إلى أن الشركات أضافت أكثر من 200 ألف وظيفة في ديسمبر لتتجاوز التوقعات بشكل كبير حيث دعم نمو قطاعات التجارة والنقل والخدمات والبناء نمو الوظائف ومن جهة أخرى تراجعت الوظائف في قطاع التصنيع بسبعة آلاف الشهر الماضي والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية موسيقى قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو أن أسعار الأغذية العالمية صعدت للشهر الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها في خمسة أشهر في ديسمبر وجاء صعود أسعار الغذاء العالمية مدعوما بزيادات قوية في أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان وكذلك انتعاش أسعار الحبوب وقفز متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 عند 181.7 أجزاء من النقطة بارتفاع نسبته 2.5% عن الشهر الماضي ترجمة نانسي قنقر